أنا كنت قلت أن الإسماعيلي خرج من بتروجيت لا الإسماعيلي خرج من الزمالك بتروجيت كسب ودي ديجلة لكن الزمالك أو الإسماعيلي اللي مدى له هيلعب الزمالك السنة دي في دوره 16 في القرعة الجديدة هو خرج من الزمالك تهزم أربعة وخرج والزمالك بعدها لعب الداخلية في دوره 8 ثم لعب أسوان في الدور قبل النهاية يعني برده في دوره 16 دوره 16 وصعد الزمالي ما عطرتش على الأرعى السنادي اللي كانت بنفس الطريقة ولأنه زي ما ميدو قال الإسماعيلي كان 13 أو الترتيب 13 في الدوري فالطبيعي جدا هتلاعبين هل موضوع الأرعى ده مش قضية الأهلي وخد بالك الأندية عايزة تغيرها يلا اكتب للاتحاد وطلبهم اقتراح للاتحاد أن بعد كده اعملوا الأرعى بالطريقة اللي تتطفقوا عليها كلكم هنشوف الحج عامل حسين رئيس لجنة المسابات وعضو التحاد الكرة في تفسيره للأرعى اللي حصل كان معايا المونسيح يكون من رئيس تد الإسماعيلي وكان بيتكلم على الأرعى هل فيه فعلا أندية قدمت اعتراض على الأرعى الموجهة هل فيه خلاف عليها من مندومي الأندية زي ما هو قال والله التسجيل عند حضرتك أنا شرحت النظام قبل الأرعى ومن قبل ما حد يسحب أي حاجة وما فيش حد اعترض ولو أصيب حضرتك مندومي الأندية هم اللي طلعوا صحبوا الأرعى طيب هو المونسيحك كومي بيقول أن مندومي قدم اعتراض رسمي قبل الأرعى على الأرعى الموجهة هل ده فن مظبوط ولا مش مظبوط في حد فرع بين التصنيف والأرعى الموجهة التصنيف أنا أسف فالتصنيف أول الأربعة زي الاتحاد الأفريكي ما يطلب أربعة نحن نصنع في أول أربعة والكلام ده من 2010 بيحصل بيبقى الأول في حتة والتاني في حتة الثالث والرابع السحب أرعى أول بلتين اتعاملوا واللي طلع صحابهم مندومين الزمالك والأهلي وبعد كده البولات كلها السحبت وكله بيتفرق في الجدول فهذا الجدول كامل للآخر وطلعنا من القرعى ما فيش حد يتكلم معنا خالص الحقيقة ويمكن من 2010 المرة واحدة اتقابل فيها كان الزمالك والأهلي في دور الستاشر تقريباً لأن الزمالك ما كانش من دمن أول أربعة برضو بفكر الناس أن في دور الـ 32 حضرتك عارف أن فيه 32 نادي 18 دور ممتاز و14 من المراحل الأخرى من الأقسام الأخرى تصعد ف14 دور ممتاز يلعبوا الـ 14 بتقعوا في قسم الثاني يعني النادي الإسماعيلي لعب بفكرت وفي ملعب ويكسب بدغبات التارجيح فبالتالي محدش يتكلم في الوقت تعدولي 32 نحن تصطيفنا على آخر جدوى الترتيب اللي هو الموسم اللي فات وحضرتك عارف أن الإسماعيلي يعني للأثر كان في الترتيب الـ 12 تقريباً تمام لما الاقتحاد الأفريكي بيصنف حد أوروبا بيصنف لما دي يجي بيعمل المجميع عبرنا مشروحنا الأهل والتراجي والوداد والزمالك كلهم شوا مجموعة واحدة مثلاً شوف موضوع المشكلة بتاعت الكاس الحقيقة ماش الأهلي مش فرقة معاياً ومش واخد موقف غير من فكرة أن يعني تحرم المسابقة من أندية عريقة لمجرد أن هما بيعترضوا على حاجة بقالة 12 سنة ما سبقش الاعترض عليه وواضح من كلام الحاج عامر أن المندوبين كلهم موجودين ومحدش اعترض ولكن التصنيف اللي هو بيقولك الاتحاد الإفريخي هتولي مرة يعني أن الأربع فرق الأوائل زي التراجي والأهلي والوداد والوداد يتحطوا في مجموعة ما بيحصلش ليه التصنيف؟ عشان قوة المسابقة تستمر تحطوا على رؤوس مجميع أربع رؤوس مجميع وبعد كده بتبتدي القرعة تستمر بنظامها الطبيعي نتمنى أن الموضوع يكون فعلا ضيق من قرعة الكاس لأن ما يحدث من تدعيات في الأحداث بيأخذنا السكة تانية خالص أستاذ إبراهيم والحقيقة العصفورة وقنابل الدخان بانت في تصريحات بعد كده في بوابة أخبار اليوم مرتضى منصور يطالب بإلغاء الدوري ويهاجم اتحاد الكرة وربطة الأندية وبيقول الخبر طلب مرتضى منصور رئيس نادي زمالك بإلغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري من أجل مصلحة الأندية وقال في تصريحات تلفزيونية الأهل يتحمل مسئولية إجهاد اللاعبين وضغط المباريات في الدوري منذ عامين طلبنا كرؤساء أندية في مذكرة رسمية بعدم استكمال بطولة الدوري في موسم كورونا ولم نمانع من تتويج الأهل باللقب يعني إلغوا دلوقتي وتوجونا إحنا كمتصدرين وقال قدمنا مذكرة لأشرف صبح وزير الشباب والرياضة والأخير لا يأخذ القرار من عنده لكنه عرض الأمر وطلب مني أن أحضر إلى مكتبه ووفقت كل الأندية على اقتراح إلغاء بطولة الدوري فيما عاد الأهلي هنا يا جماعة لأنه الأمر يخص الأهلي إحنا الحلقة اللي فاتت عرضنا تصريح المستشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وهو بيقول دي رغبة الدولة وده توجه الدولة حتى إنه الكابتن أحمد شبير أعتقد هو اللي كان بيحوره قال له رغبة الدولة في عودة النشاط الرياضي ولا الدوري قال له الدوري الممتاز بشكله بطبيعته وبنظامه والدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة قال لك كلمة واحدة هذه رغبة الدولة جبنا كمان الأسبوع اللي فات الأستاذ عمر الجنيني وكان بيدير اتحاد الكرة الرجل كان خلاص تعب من السؤال قال لهم والله العظيم دي رغبة الدولة ما في نادي فرض علينا ده وحلف بالعظيم بوضوح ليه لسه مستمرين في إلصاق التهمة بالأهلي ليه لسه مصرين على أنه أنا أضرب فتيل بين الأهلي وبقيت الأندواء اللي كنا عايزين نريع وليه بتقول يا أستاذ براهيم وسبب الضجة دي كلها اللي انتوا فيها والتعب اللي انتوا فيه سببه الأهلي ده ما حصلش وليه بتقول إن أكوتي ب13 مليون وهو ب5 وليه بتقول إن إن الشحات ب150 مليون وهو لم يعني بحاجة و70 ليه ليه اللحاح لأنه عارف إنك أنت تكلم تكلم وعدين أنا حرجع لنفس الكلام اللي بقوله فالناس هتسمع آخر جملة وهتعيش معاه قم بلد دخان مقصود بيه حاجة تانية لو المقصود يا جماعة عشان بس الجمهور في كل الأندية وحتى مسؤول الأندية بجد لو المقصود إن أنا أدفع بقية الأندية المدارة والمهددة إن تاخد موقف وتلغي الدور السنة دي يعرفوا إن دي أم الكوارث وهقول لكم ليه ببساطة أرجو أي حد بيطرح هذا الأمر أو هذه الرغبة يقول لنا إزاي المراكز القانونية اللي اكتملت بصعود الداخلية وحرص الحدود وأسوان هيروح فيه الفرع دي صعدت مين يقدر يحرم دول من الحق القانوني في الدور الممتاز السنة الجاية اللي عامل بقى شرم برم يطلع يقول حيطلع قرار إن دول ما يصعدوش ويلغي صعودهم محدش يقدر ده مركز قانوني انتهى التلات أندية دول مع التمنتاشر نادي اللي عندك دوري مين اللي يتلعب بواحد وعشرين نادي إزاي كان كل الخبراء لما بيتكلموا كل المدربين سبب تلاحهم المواسم بقى لنا تلات أربع سنين إن أنت عندك تمنتاشر نادي وبالمناسبة ده سبب الكرسى الحقيقية والإجهاد والسبب المشاكل بتاعة المنتخبات ارجعوا للمرات اللي الكابتن حسن شحاتة كان معاه المنتخب قوي كان الدورة 14 نادي ثم 16 اللاعبة اللي كانت بتعاني من هذا الإجهاد ولا المنتخب كان بيشحط معسكرات تم زيادة من يوم ما تمت الزيادة دي طب زادت زادت ليه لأن كان فيه ضغوط إيه لغاء الهبوط الغاء الهبوط آه فيه فرق معينة ما كانش ينفع طيبط من وجهة نظر آه كان للتحادس كان دارس لا كان فيه يعني كذا مرة آه فبقى 16 بقى 18 هل بعد 18 في الشكل اللي احنا متلحمين فيه بقى لنا كذا موسم تقبلوا يبقى 21 ما نقول لكم يعني لو الفكرة هي قنابل دخان علشان العصفورة في الناحية تانية دي المصيبة بجد اللي محدش منتبه لها هو أنا لو زودت ال 21 هنلعب فيهن ايه النظام اللي يستوعب 21 نادي عارف هيقول لك ايه آه زودهم 24 ولعب مجموعتين وحدا طب بدأ ما أنا طب ما نفتح اليد على القدم ونعملهم ميكس لا 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 مش كده بدأ ما أنا شاف ان ده الحل طب ما خليني زي ما أنا وأعمل المجموعتين من 18 نادي وكمل زي ما أنا ووفرت عدد ضخم من الأسابيع تريحني ده بالنسبة للدوري وبالنسبة لموقف الآلي وبالنسبة للزج بالآلي عمال على بطال ومحاولة تحريط بقية الأندية ضد الآلي أصنته في الموقف ده بسبب الآلي إحنا كلنا وفينا مفيش بعد متحدث رئيس الوزراء والوزير ورئيس اتحاده كرة وقتها لا الوزير ولا الأستاذ عمر الجنيني اللي اتنين أهلوية هيتكلموا المصلحة لها كانوا بيتكلموا ان عودة الدوري واستكماله كانت رغبة الدولة لكن هنفضل في الديلامة دي كتير انت حتى وانت بص انت شايف ان فيه إرهاقه بتاع طبما انت اللي أصريت تستكمل الكاس وانت مش هلعب الكاس الجديد إلا لو كملته للأديم لإعتقاده ان الآلي مش هيمر من مباراة بيرامد وان الزمالك خلاص يعنيه بصدرات ممكن وفعت على الإلغاء الله أعلم طيب لا يعنينا كتير انه الزمالك زي الإسماعيل اي نادي ياخد قرار في مسابقة الكاس اللي هو يشوفه وانه مجلس الزمالك بيرفض خوض كاس مصر في نسخاته الجديدة وبيعلن انه إلا إذا استكمل الكاس أضاف في تصرحاته لن نلعب كاس مصر في نسخاته الجديدة إلا إذا استكمل كاس مصر عن الموسم الماضي طيب ما هو كده مستكمل للموسم الماضي وأضاف من غير المعقول إلغاء كاس مصر عن الموسم الماضي بعد أن وصلت زمالك إلى نصف نهاية البطولة ولديه مباراة نصف نهاية مع أسوان لا هو تعدد ده كلام ده خالص ده كلام قديم ايه ما قديم بس بيدل على ايه التمسك باستكمال البسطن لا ده انت زودت مطشات فين ساعتها الحرص على ان ده إجهاد وان الموسم ما ينفعش تكمل ده أنا كنت أتصار تقول ولا القديم ولا الجديد يا دوبك نقدر على الدور انما انت كنت حريص ان القديم الجديد بس يلغي الدور نظام الحقيقة فوضوي جدا في إدارة المسابقة خلت الزميل العزيز ماجد نوار في الجمهورية يقولك دورة عديلة بلا نيلة وبينتقد هذا الوضع عن رمته ترجمة نانسي قنقر